ليس العنف والفقر وحدهما من يحاصر العراقيين هاي النار تأكل آلاف الدنومات المزروعة بالحنطة والشعير والتي كانت أملا لكثير من المزارعين لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح تزامن اندلاع العديد من الحرائق في محافظات صلاح الدين وديالا ونينوى والتأميم اعتبره الكثيرون حدثا غير عابر ورغم إلقاء كثيرين التهم على تنظيم الدولة إلا أن لجنة الزراعة البرلمانية اتهمت جهات خارجية وداخلية لم تسمها بالوقوف وراء عمليات الحرق لمنع العراق من الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة منها الميليشيات المسلحة لضمان استمرار استيراد الدقيق الإيراني وضرب الاقتصاد العراقي هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الثروات الزراعية والحيوانية في العراق لعمليات مماثلة ففي تشين الثاني عام 2018 نفقت عشرات الآلاف من أطنان الأسماك في نهر الفرات حيث أعلن العراق وصوله إلى الاكتفاء الذاتي وقبلها نفوق عشرات آلاف الدجاج في جنوب وكانت المنتجات الإيرانية بالصدفة حاضرة أيضا بالمقابل لدى وزارة الزراعة رأي آخر فقد كشفت أن النيران التي اشتعلت في المناطق الزراعية ناتجة عن إحراق مخلفات حقول الحنطة وليس لها علاقة بأي أعمال تخريبية تصريح يضع الحكومة مرة أخرى في موضع التواطئ لإبعاد أصابع الاتهام عن إيران التي يعتبرها عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي محمد الكربولي المستفيد الأول مما يجري حيث لا باب لها إلا العراق لتصدير منتجاتها الزراعية المكدسة بالتوازي مع ذلك أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن السيراد القمح سيكون خارج الخطة السنوية ما يعني أنه سيكون هناك بالتأكيد عمليات تهريب للقمح من إيران إلى العراق ثم يباع للدولة على أنه منتج وطني